وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية كما تمكنت أيضا أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 33 طن في مجالي الاستيلاء على السلع المدعومة وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وتم ضبط 605 قضايا في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت قرابة 25 طن من الأقمح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي